طيب سافتش أنا بأجيك الآن للهلال الهلال ليش التميز عنده ليش اختلا في الشوط الثاني عنده لعيبة يأدون أدوار مختلفة عنده مدرب واقف لما نجي يا رجل قصص صنع للدقيقة ثمن لدى اللاعب الاحتياطي في الهلال شفنا فقط من الأوقات بعض المناوشات سلمان ما أنزل دقيقة دقيقتين الكل صار جاهز على أعلى مستوى في أي توقيت ينزل لما تجي تشوف الأدوار والإمكانيات التكنيكية اللي موجودة عند سافتش وعند نفز هذا هو عامل الفارق اللي موجود لذلك تشوف مني قابله في العمق يمكن الوحيد اللي يملك الأدوار المتعددة هو أتافيه في المقابل طيب عطينا لو سمحت ذيبان لقطة الطرد لكريستيانو رونالدو أكيد أنه كل وسائل العلام العالمية الآن يعني تتناقل هذا الكرت الأحمر بالنسبة لكريستيانو رونالدو أول شيء مستحق مستحق في وجهة نظري لكن خلينا أقول لك قبل ما أقول لك أعلق لك على اللقطة عبدالله شوف تصوير كريستيان أنه هو الوحيد اللي قاعد يحتاج وهو اللي يأثر على الحكام أنا أعتقد هذه فيها طرح مظل السوشال ميديا تعج دائماً بأي شيء يسويه كريستيان كل الفرق تحتاج هذا النجومية مو هذا نقول لك كل الفرق لا بس برضو أنا اليوم لازم إحنا اليوم الطرح الإعلامي يختلف عن طرح المدرج لا لا أنا أعلق لي على اللقطة هل هو يستحق الطرح؟ مو أناش قاعد أقول لك الآن الناس قاعد أول أو الغالب عبدالله قاعد يستغل طرح صحيح قلت لك يستحق الطرح ما في ليش وصل هالمرحل؟ ما في ضرح نفس شحن المباراة طلع بره جو المباراة حبيبي هذا هذا مع ريال مدريد في الدقائق الأخيرة يجيب بطولته ربدا اللاعب اللي يملك الحماس اللي موجود عنده أضف عليها المسئولية اللي قاعد يتحملها بوجوده في النصر ترى هذه ضغط مش سهل لذلك أحيانا ممكن أنت تطلع بره خلني يقول لك إطار المباراة عصبيا من الحماس الزاهد وهذه طبيعي تحدث في كرة القدم وعلى فكرة الكل يتذكر رقطة زيدان في الطارج في كاس العالم أنا اللي بقول لك هي أقطع نعم بس لن نصورها إنها حد التاريخي يشوف كريستيان إيش يسوي ولا كريستيان هو الوحيد اللي يحتاج ترى كل العالم قاعدة كل الأندية قاعدة تحتاج على الحكام بشكل متكرر بس ليش البعض قاعد يصور إنه كريستيان هو اللي قاعد يسوي